عشان تعيد الهيكل الداخلية لجهاز الأمن فيما يختص بالغوة الخاصة بالعمليات كذلك تم تشكيل نغرة لحصر الشركات والواجهات اللي بيشتغل بها جهاز الأمن كان خارج الوطور الرسمية والغانونية طلعنا ناس الجهاز ذاتهم على هذا الأمر وهم متوافقين معانا في أنه في أمور كثيرة فعلا جهاز الأمن عمود الفقري والأساسي خاص بالمعلومات وخاص بمساعدة أجهزة الدولة الأخرى والوصول للرؤية وهم متفقين معانا على ذلك أيضا في سبيل برضو الناس الموجودين ذاتهم داخل الجهاز يمكننا اليوم أو بالأمس تم حالة الصفة الأول من غياذة الجهاز الأمن ليس كما أشيع عنه عشان الغايضة الجديدة لكن الغايضة الجديدة أبدا ما عنده أي علاقة بالمسألة دي ده نحن من كلال التحري والتدقيق في الناس العمل حلنا الصفة الأول من غياذة الجهاز الأمن بالكامل حتى نعطي فرصة للشباب والجيل الجديد لأنه الجديد أشان يتبوى المغاعدة القيادية في الجهاز لكن جهاز الأمن جهاز هام وحيوي وضروري وما في دولة بتعمل بدون جهاز أمن ومخابرات يمكن بعض الدول فيها أكثر من جهاز للأمن والمخابرات نحن جهازنا نحافظ عليه لأنه هو واحد من قويمات الأمن الوطني للدولة كلها لكن ستتم مراجعة الإجراءات والمهام التي يعمل بها الجهاز نعم هل انتهت اللي جهاز من عملها؟ ليس بعد ليس بعد نعم المتوقع متى؟ إن شاء الله قبل أن نسلم الفترة الحكومة الانتقالية الأجهزة معظمة سليم ومعافى نعم